الحلقة الجديدة من مسلسل شراب التوتي البري المسلسل الذي يتبعه التلفزيون التركي باهتمام ستكون مليئة بالتطورات والصراعات في العلاقات بين الشخصيات ألعاب فاتح ودوغا المعقدة وظهور روعة الوجعين والهزات بين عمر ونمو والحب والظهار علاقة جديدة بين دوغا وجيرايل فاتح الذي سيشكل العناصر الرئيسية للحلقة يجد نفسه في موقف غير متواقع بسبب الألعاب التي يمارسها مع دوغا ورغم أن هذه الألعاب تبدو قابلة للسيطرة في البداية إلا أنها ستشكل تحديا لفاتح وربما تقوده إلى نتائج غير متوقعة في هذه العملية سيتعين على فاتح مواجهة صراعاته الداخلية وسيتم وضع العلاقة بين جوركيم وفاتح أمام اختبار جدي حيث يتم الكشف عن وجه الحقيقي لجوركيم إن موقف جوركيم الأنانيذ الوجعين يهلس ثقة فاتح بها وهذا يخلق صدعا عميقا بين الاثنين ويحاول فاتح إدارة خيبة الأمل والغضب الذي يشعر به تجاه جوركيم تمر العلاقة بين عمر وسبار بصدمة بسبب ماضي جوركيم مع عمر يعاني جوركيم مما فعله بعمر في الماضي وعندما ينكشف هذا الموقف ستشكي كوسبار في ثقتها بعمر إنها ستثق هذه في علاقتهما ستجعل الزوجين يتساءلن عن بعضهم البعض إنه يختبر روابطهم وسيضع في صرع عاطفي نورسيم بموقفها العديد تقف أكبر عقب أدم علاقتها مع روزغار ولكن عندما تدرك نورسيم المشاعر التي تشعر بها تجاه روزغار ستبدأ في كسر عنادها وتماهد هذه العملية لفتح صفحة جديدة بين الاثنين ونمو الحب الصادق بينهما سيتم تقديم العلاقة بين روزغار ونورسيم للجمهور باعتبارها واحدة من أجمل التطورات الواعدة في المسلسل على الرغم من وجود إنجدب طويل الأمد بين دوغا وجيراي إلا أن دوغا متردد في التعبير عن مشاعرها علنا لكن في الحلقة الجديدة أوضحت دوغا مشاعرها تجاه جيراي بشكل أكثر وضوحا وهذا الوضع الذي سيبدأ بالتعبير عن نفسه سمح ببدء علاقة من بين الاثنين سيعمل رجل دوغا هذا على تعمق علاقتهما وبسبب زيادة في اللحظات الرومانسية في المسلسل ما رأيكم حول هذه القضية؟ ما الذي تعتقدون أنه يجب أن يحدث في نهاية البوسم؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى